الموضوع الأول تسمي Graph Colorings وأنقل عليها والموضوع الثاني Data Compression وأنقل عليها الموضوع الأول موضوع Graph Colorings Application تعمل كثير جدا وهم جدا تعريف Graph Colorings إلى حد ما طبقنا لما حصلنا على البيبارتاك Graph لكن لما اختررنا أن ننفذ كل مجموعة لحال تعريف Graph Colorings الثالث لأن الفكرة نعمل Coloring لمن سمبلغراف سمبلغراف 29 من تطبيقات كل مجموعة سمبلغراف يعني الموضوع اللي فيه لوفة وقليت هذا نادر نادر جدا طيب الفكرة هاته لنا ما تتغل للسمبلغراف بحيث أنه هندون في البرتسز تمام حيث أنه نوع يعني الشرط لنا هنا no two adjacent vertices are assigned the same color يعني بنفعش نلون two vertices لما يكون adjacent مع بعض لهم نفس اليوم هذا الكلام كنا بقولك ما بدأينا الطرق العلوين لما اشتغلنا على طيب 40 كراف إذا تاكد طبعا هو نفس التعريف تعال Vertex Caloric لما نقصد احنا كراف كلام فنقصد Vertex كراف لأنه فيه بعض حاجة اسمها إيه لما لديك موضوع يعني شوية الادفانس إنما الأكثر استخدام هو موضوع Vertex طيب فيه مصطلح مهم رانا اسمه Chromatic Number Chromatic Number هو The Smallest Number Of Color Needed To Color Graph تعاليك بسيط الدنام وبقولي الحق الأدنى من الألوان اللي بقدر أنا أستخدمه عشان ألو الجراف طبعا تروني الجراف حسب خاصية لأحكينا عميه مثال هذا الجراف اللي هان بيطرتات جراف صح لاحظنا أنه فقط استخدم كم لون لتلوينه لونين لكنه كان ممكن يستخدم أكثر من لون يعني بمعنى أنا لو عدلت هنا مثلا حيالوا هذا عسبي مثال دارت لون أصفر وين المشكلة فيش مشكلة طالما عندهم نلتوها جيس بارت سيز اللهم بفرن ثلاث لأمكان هذي كمان بلاك فيش مشكلة هذي جرين فيش مشكلة لكن السؤال هنأ أكمل لون صار عندي صار عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس سلوان طيب منتاز السؤال هنأ قدش الحد الادنى من الالوان اللي بقدر استخدمه لتلويل الجراف الحد الادنى في البيبارت اتقر اتنين بقدر الادنى اقل من اتنين بقدر الشمكانية لان عندي ربارتكس اللي هان واللي هان الجيسن فهو هيكون اتنين بالتالي الكروماتيك نومبر لالطيب بارتاعت الراف هيساوي اتنين الوطب عن حد الادنى هاي معنى ايه الكروماتيك نومبر طيب الكروماتيك نومبر بده هنطب عن نقول شوية تعريفات وجل الكروماتيك نومبر طبعا هذا مصطلح مهم في عالم الجراف كالورين للكومبليتي جراف هيساوي ان هو عدد مثال لما انا اعطيك مثال الان هاي عنا هذا الجراف اللي هان خلينا عمل هاي 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 كومبليتي جراف ولا لا نعم لا ليش كومبليتي جراف لان بتعريف الكومبليتي جراف انه كل جراف الو خط مباشر مع باقي الجراف او بمعنى اخر الدقري تاعة كل جراف حتساوي كام عدد الجراف ناقص واحد صح ولا لا فبالتالي الجراف اللي معي هنا منسميه كومبليتي جراف السؤال هنا قديش الحد اللي قد نعمل الالوان بقدر الالون الكومبليتي جراف هاد اللي مكون من اربع بارتسز حاول نعمل اللون هاي ازرق مثال واللون التاني طبعا بنفعش الهون الهون ازرق هاد فيش مكانية لانو هاد وهاد ايه الجيسد فحلون لون تاني لون الاسود بنفع لون هاد لون اصوات بنفعش طب بنفع لون ازرق برضو بنفعش لانو نلاحظ هاد ازرق الجيسد ثالث فاهم عليك فعطرنا هاد لون مسلا جرين هساب يمثال هاي لون اخضر بختلف على اثنين ادول اللون بنفع لون جرين او بلاك او بلو بابلة فانا نفتر هند مسلا اي نعمل يالو فانا هدول يعني هاد لو اقول لك يكتش الحد الادنى من الالوان بان هامل هو نفس عدد الفاكس وبالتالي الكروماتيك نامبر لأي عدد الفاكس السؤالة كم الكروماتيك نامبر هان الكروماتيك نامبر هان كام اربعة اربعة يعني لكن لاحظوا ما ارضعبطوا بساو كام عدد الفاكس صح لو كان انا هندي كمبليت جراف مكون من ثلاثة فاكس جلتش الكروماتيك نامبر ثلاثة واضح لو كان هندو خماس مسلا وصالين مثال خمسة الى اخر فاهم علي حيكون خماس فالخلون هانا بيقول الكروماتيك نامبر اللي هو يعني لأي كمبليت جراف حيساوي عدد الفاكس طبعا هذا الرمز اللي هن بيغمزوله كمبليت الكروماتيك نامبر كي يعني كمبليت والآن اللي هم عدد الفاكس الآن هذا المثال كي ايش هذا كي اربعة بنسمي كي اربعة ايش هاني كي اربعة يعني كمبليت جراف نكون من اربعة بات تطوية واقع نقطة هان طبعا نفس الشي هان اطبخ هلي اللي هي وروي ها طيب بقولي هاد اطفل من اطفل جراف ممكن الون اي جراف with one more شان one more كمان one one more color that mean the maximum the six degree شرح كمان شمو هم 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 هو هنا في تقول طبعا هلا بيتعلو فانون هلا تقول لك ممكن احنا ممكن ندهن اي جراف حسب اعلى دقري في الجراف يعني مثال اندهان كم اعلى دقري هم هم 1 2 3 4 5 6 6 فبالتالي احنا ممكن ندهنه باستخدام 7 طيب بس انا شايفين هم مستخدمين الاجاب بلاي 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 احنا هم 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 مستخدمين احنا الو 5 فهو حسب القانون بقول لي احنا ممكن ندهن ونقوم بكم من 6 وشبه حدهنين هي باتنين بالمقابل هذا موضوع النظرية هاي بيجيبليش الكروماتيك ننبر دل بالك هاي مفيش أساس النظرية ولا قانون ولا خوارزمية بيقدر يجيبلي مين الكروماتيك ننبر أنا الكروماتيك ننبر بسعة وأنا عايد بس بالمقابل هاي نجي نطلع احنا كم فرتكس عندها يعني هاي تتحسوا زي نظام يعني إجابة أولية أو تقريبا إنما مثبت يعني مثال تعالى نطبق القنون هاي لك الكمبليت غراف الكمبليت غراف كنت اشطل عندها الكروماتيك بتاعها أو كل اللون عملناها تلاتة ثلات زائد واحد أربعة ممكن نستخدم أقل نعم حسب مين الغراف إذا كنت بليت بقدرش بقدرش أقل منه لكن مثلاً عندها هاي هنا نعمل تلونة ألوان عدد ألوان أقل من الخنون الخنون هنا بقول لي لازم يعملون كام ممكن ينتهلوا بستة بس هاي عملتهم اتنين نجي نطلع حادي عشرة 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 هو طبعاً مبدعياً واريا على الرأس تقول لي ممكن ندامهم بفهم اللون عشرة ألوان صح؟ يعني كل فرتيكس يخب ليلة حالة النظرية هنا ايش قد قول بتقول لا احنا عايزين هيش نخفف أو نقل الممكن كدش على دقري هان هتلقي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة زاد واحد بقول لي من رأس كان مباشرة ممكن ندهن ايه؟ سبع سبع كالر بيكاف فور لكن هل ممكن ندهن أقل؟ نعم لكن هذا بيتطلب ان احنا نهرج نسعة وندور ونحاول لكل فرتيكس يعني مثال هنا تلاحظ معها وانا كمان ضكت زي هيك ايش بعمل عمال اقاعد؟ بالجراف هو القانون مش قبول اتطلعني ان هزا المطاعف على مين؟ على اعلى دقري واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة برضا هذا هو يعني هو اعلى دقري ها ستة ممكن ندهن هم برضو بيه؟ سبع الوئة قادمة كابدرو فهمت عليك؟ اه لكن السؤال هنا هل ممكن هل ممكن يكون اجل؟ ممكن حسب بالجراف في مثال هنا بيال ان هذا القانون ممتاز ثمين في حالة الكمبليت؟ لكن في حالة ثانية هنا بيالي ان هذا القانون ضعيف لكن في نهاية المطاعف هذا القانون ما بيجبقيش من الكروماتيك ننبر ويش هو الكروماتيك ننبر؟ اللي هو الحد المنمام ننبر طب انا عايز ادور على اقل عدد من الالوان اللون في الاجراف فطبعا لما قدنا جبنا الاجراف اللي هان ولونا هيك هاد التلوين مفيش خوارزمي واضح عنده يعني مثال اذكرك كلنا هيك لما حكينا في اويلر اجراف كان ليه قانون يعني اعطيك انا اجراف هل جدي ويقولك هل هذا اويلر ولا لا او بمعنى اخر هل ممكن تمشي انت من ذاتكش معين وتليف تمشي تقطع كل الاجز صح؟ سكرين اولر ولا لا؟ اولر جراف اولر هاملتون اولر كان يقطع او يمشي على كل الاجز لما كنا ما ترفعش الجلع معنى وانت باش بغض النظر كانت اذكر في رشب كبيرة هيك حتى سكرين هذا الاخر معنى طبعا من قبل انت متجرب وتحاول ممكن تعرف ان بنفع ولا بنفعش فاهم عليك؟ كنت ايش تعمل؟ قانون كان بيقولك انه اطلع على الدجري للفاتيكس اذا كلهم ايفن اذا كلهم ايفن فبالتالي نعم ممكن ان امشى من فاتيكس واروح لا وامشى على كل الاجز هذا مين اللي عملتها اويلر جراف لكن هاملت اللع هاملت ان قال لك مانهاش نظريه حتى لا حتى اطلتش للنظاميش محاولات فاهم لي؟ وها نفس الشيء موضوح هنا الكروماتيك نمبر بعض نفس الشيء مفيش عندي خورزمية او قانون اطلع فيه على الجراف فانا عجانا بقولك قديش الكروماتيك نمبر فبطلب مني لا بداش اعمل محاولات زي ما حتشوف مع بعض فلما انتهى الجراف فانا انتهى من نتيجة محاولات يعني اول مجهة هادا عمله ازرق مثلا لان انا بقدرش اعمل ازرق لانه هادا جيسن تالي عمل اللون اصفر لكن بقدر ايضا هادا اصفر لانه هادا هادا مش هاد جيسن تاعم علي بس المقابل ممكن انتهى المام تالت بس لا هو بحاول يقلل مين عرض الالوان هذا هو الهدف اللي هو الحصول على نفروماتيك نمبر واضح؟ طبعا القانون الثالث انا بقول لي اذا الاجراف انا اي جراف اقدرت استخدم او كان لكوماتيك نمبر تاعه بساوي اثنين فهو ايه باي فارتايت اجراف يعني احنا لما شرحنا على الباي فارتايت اجراف وضحنا لك شو هو الباي فارتايت اجراف فكنت اجيب لك انا انا وقعت انا امسك ايه نبعد اللون فيه بعدين قعتنا نفرز اللي فيش بينهم ايه مش مشترك لكن انا السؤال هانا ممكن انا قبل ما المس الاجراف اطلع انه هل اذا كان الكروماتيك نمبر تاعه بساوي اثنين فبعرف انه هزا الاجراف ايه طيب ارتايت اجراف واضح؟ طبعا التطبيقات اللي على الاجراف كادرين تذكيرها انا اجراهم منفوض هدولا كانوا محطوا اساسا من ضمن الابحاج طيب الان كانوا يقولوا نحنا بس لقنا عشرة بحاجة بسعة بحاجة فهنشوف معطاعت مثلين الان طب هردو تستخدموه في موضوع سكاج وننجا الاجزام فهنشوف مثال معنى السنف النوت كيف تعملوا الترتيب والمعانية اللي بنعنيها بالجمعات موضوع اللي في الارجل فريقونس هاد يدرسوها لانه هاد تقلق بالمحطات الانتينية بتاعاته عشان ما يسيرش تعاط لانه بكون انتينة وانتينة في بينهم من اتقاطه عشان ما يسيرش خالفة طيلة الموضوع الرجيستر انا بس هادة قد تفهمونا ماخدوا معمرية لانه هادة ايه دعوة في العالم اللوم في البرمجة كيف يستخدم يريد استخدام الرجيستر باي بارتاتيغراف برضو ليه وبرضو انا كيف بعض من البي بارتاتيغراف هعمل كالوري للغراف اذا كان بساوي اثنين الكروماتيك نمب اتاعه فبعض من هازو اللغراف هي باي بارتاتيغراف يكيف المثال الاول لنوضيع الصورة هذا المثال هادة الريل لايف اكزامل ها معنا والسؤال هانه هانه طبعا متى تكسب تبيني دين يعني لكن احنا حاولنا نخلط الصورة المواقعية ومنصطية عشان تفهم اشو اللي بدنا اياه اولا هذا المكتب مميملكش سيارات حان تفهم هذا بيخد حدس قبل بيوم مصدر يعني هو عنده سواديم فقط فبالتاني هو بيخد برنى على الناس مثلا بيجي شخص برنى على المكتب بقول لنا طبعا نحدس لبكرة مش اليوم لبكرة فقل له انا بدي سيارة بيجي شخص برنى على المكتب سيارة من 12 ونص لمين للساعة الخمسة عشر لو يعني التلافة بعدين اللي بعدين زبون تاني رنجت قال من التسعة ونص لأتناشة الربع زبون تاني تبدو سيارة من العشرة ونص فاهم عليك؟ تماما وقال هذا هذا الزبون من السابع طلت من تكين ونص للأربع العاشر الى اخر بكل هدولنا رنجوا عليه خلاص طبالعنا الحين هو بديع جزء كم من سيارة طبعا نو بديع سبها بيتأجر السيارة على اليوم كل فاهم عليك؟ وفقط عند السوابين لما يتأجر السيارة بيتأجر السيارة باليوم مش بالساعة باليوم بخطة فاهم عليك؟ طبعا اللي أجروا بأنه هو ش اشتغل أو ما اشتغل اجمله شدارة هم انت خاتبين فعليها متين شكل تكنفنا فلانا هو بديع جزء يقول يحسن أنا كم من سيارة بلزموني عشان اخطني كل الزبين هدول طبعا الجواب السهل بقول لك يا سلام هد 16 سيارة كل واحد صح؟ سيارة لكن 16 اضروف في متين تلتخل قديش 300 ومتين شكل طب هو تعال ايش عمل؟ حسن إحسام هو ها لما حق النت يال هدولا يعني أنا هدول حيسوق فيهم ساعتين ونص وأرضا حيمشي ساعتين وربا فجمع هدول فان وثمانا هدول يعني بديعهم من 12 ونص لثلاثة قديش ساعتين ونص يعني حاكب أنا أجار من لزبون ساعتين ونص تمام؟ لما جمعهم كلهم طلعوا قديش صفحة 20 ساعة بوينة أربعة حضربهم فاكم في الساعة أربعين لأنه هو بيعطي الزبون في 30 شكل بالساعة فاهم عليك؟ يعني زي نظام العداد فبتلاح أنا إنه هو لو بدي هدولا يخل أجار منهم بطن تقريبا ألف أو ألف ومين شكل لو بتأجر 16 سيارة طب فعلي زيارة بخسر بنققم صح؟ لأنه هو بتدور على إيش؟ بتدور على حد الآثنى من السيارات اللي قطوا مين؟ زبون كلمة الحد الآثنى إحنا نقصد فيه اللي هو الحد الآثنى من الألوان الأغراف لا طبعا هذه مشكلة لما نجعلها بالأغراف بس هدا حتعمالها مابين وتستخدم هانا قوانين اللي قام خوارزميات الأغرافين طبعا إحنا لتوضيغ الصورة كمان أنا بدي أحسر بصبط معها أو بصبط يعني مثال اكتشف هانا أنه بكفليه ست سيارات أو لازم يجيب ست سيارات ست في متين، ألف ومهتين شكل بصبط شمعا بفصل لو بدي يجيب خمس سيارات بيطلع ألف شكل يعني طب لح شكل بمي قطوا مين؟ ويجابه واجه على الرأس إذا بيعطنا بفاهم عليك؟ أنا بحكي لك طبعا أنا على مستوى صغير فاشع منا طبعا إحنا تجي هنا هي بدك توضح الصورة للسؤال نفسه كيف أنك تسرد حر المدخل للمشكلة؟ فاشع منا النظام زي هي من التمالي اللي كم؟ لنتمالي وبنيجي من أطلع في أول واحد في الأول واحد هنا هي هو عايز سيارة من اتناش ونص صح؟ لم يلا الساعة خمستاش هاي مكتبين هانا هذا رقم مين؟ هذا زبون رقم واحد زبون رقم اتنين من التسعة ونص لأكم من اتناش لربع شايف شامتها؟ تمام بعدها رقم ثلاثة أيها رقم ناسا رقم احداعش من وين لوين احداعش؟ قولي من اتنتين ونص هاي شايفهم اتنتين ونص لأكم اربع لربع الى اخر هيك احنا خلصنا من واحد لكام لستعاش هادو صورة تانية عن الجدول اللي هانا بس هادو وضحك المسألة اكتر هادو ليست الحل هادو فقط بتوضيه انه وهادو شيء مهم انك تتعلمه بانك كيف تسرد المشكلة يعني انا صعب كتير ان اجعلت هاتفية وشكل زيت هطبعك هتعقبك الامور صح؟ كيف بدك تجيبها؟ لكن لما انا امنا زيت لربما انا ها في أمور بدك توضح بمهج ممكن تجي تقول واقف شو هادو هاد السيارة بتكون طالعة وبالمقابل بدي كمان سيارة هان بنقاش اكون نفس السيارة هاي بدي سيارتين وبالخططوا هان هاي ثلاث وبالخططوا هان هاي اربع فهم عليك وهان خامسة وهان ستة اجيب ست سيارات ستة فهم بصقطش معه توفيش معك لكن تربع لك هذا اوضع من مين؟ من التابل احنا لسه محلناش فاهم عليك؟ فالطريقة داعك السرد هنا كتير كانت مهمة والحاق واضحة كتير شغلة انما مش هدا هو والحاق الحاق يكون كابتال اللي هو باع فيها بانه اشعب اللي هنا اخد التابل اللي هاد وقعت يرسمين الجراف ودي عملها مابين على جراف الجراف اللي هيصير هان بقول لي كل موعد يعني كل زبون او رقم زبون انا هعمل ايه؟ لاحظ هنا الواحد بتقطع مع مين؟ مع الاربع ومع الستة ومع السبع ومع الهداش ومع الخمستعش فهدول اللي بتقطع معهم عمل بينهم ايه؟ تطلعهم بالفعل واحد ومين واربع هاية واحد وستة هاية واحد وسبع هاية واحد وفتاش وواحد وخمستعش اللي هم مستش شايفونها نيجي على مين؟ مثلا على اثنين بتقطع مع مين؟ مع ثلاثة ومع خمسة ومع ستة ومع تسعة وين اثنين؟ هاي ثلاثة وخمسة وستة وتسعة وفي كمان واحد بفروق بتلاقيه انا مش شايفك تلطع كيف نبنى بيون بنيا؟ طلعهم المسلا عند الصقم habimo Laser 10 مثلا تقطع مع مين عمل continuinging 16 ماهو 16قاش وين عشرة هاي عمل هيå 18 ماتانى وما 16 فاهم؟ ييجي على عمل 16 ماهو 16 متقطع مع مين بأ ربع عتاش ومع عشرة ومع تمانين متقطع مع حايلا فهمت asa 2 مكيب؟ مكيب نبنى فاهم كيف بنبنى الجراف ثانا؟ فبالتالي هنا أنا متى برسم إتش بثمين فارتكس وفارتكس ثانا مثلا ما بتكون عندي على الديقرام بتاعي بتقاطع مع بعض بنفس الوقت فاهم عليك؟ الآن أنا هنا هنا بنيت ميل الجراف ثانا وهامل أنا مليت خوارز ميل الجراف كاري أنا عايز أطلع الآن البروماتيك ننبر عاد الآن لو فينا ظريف تطلع البروماتيك ننبر كان أنا خلاص ارتاح من خلاص فأنا مضطر أجل أنا زي هيك واجه أول واحد يا دول أنا بحكي لك أنا يا دول نفسكم بطلح سابغير أنا حاجة أحب لون اللون طبعا بنفعش الأول إنها نفس اللون لأنه ما؟ الجيسان وهالنفس بنفعش الأول لا هاد هيك ولا هيك فأنا مضطر محكمة فالطلادي لكن يعني مثلا لكن أنا بنفع لون نفس اللون لأنه هذا وهذا ما بتقطعوش مع بعض أنا قادر أنا أدهم كل واحد لون لحامل بس على الفاضة أنا عايز بدي الحد للأدنى والألوان بالفعل ما طلعت معايز هناك أم لون فقط أربع أربع ألوان هاي هم الأربع ألوان هناك فبالتالي في الحالة هاي أجم من أربع فش إمكانية قد محاولة على الفاضة بالتالي اللي كراماتيك ننبر دا اللي كراف فات شو بيساوي إيش معنا أربع؟ أربع معناه هم عهد السيارات سيارات زباين تقرأ أربع سيارة واضح؟ الآن أربع سيارات بجبع سبها في متين تمن مين شاكل صاح؟ طبعا لأ بتوفي معنا ماشي الحال أنا بطلع له متين آه يعني لما نعمل لهان هاي هيك فيش مشكلة علم طبعا لدي ربا لك الشرط اللي هاي بالفعش يجي مسلا بيقول لك أنا لزموني لهان واللي هاي اللي هاي لقول لهم فيش نظام زاهي بالفعش وللعلم هذا القانونية أنا أعطيك مثال بعرفش أكت قادية ولا هاي يعني تروع إنت مثلا في وربا تروع على محل ويقول لك اكتر أشري هاي ويقول لك ببعكاش طرف عليك أبيو بتحقص ممنوع ممنوع لازم يبيع لانك انت فتحت المكتب ميزايا لنا اما فيش نظام لنا تقول لازبول ميانيه أنا والله مش ضابط موشاً في السيارات فش مكانية فتحت مكتب بدتش من مكتب قانون ما عليك ورحط المنطقة هاي حالي هذا الميثال بحلي يجيبك حالي يجيبك لحالي يجيبك طبعا هدا الموضوع ممكن أستخدمه أنا على مشاريع بزيادة قريب بزيادة قريب بزيادة قريب بزيادة قريب مجيبك يا المصدق مجيبك لازم يتيل كراب طبعا هدا برض بارش كانت هياك النظام معا مجرد شئا الى بالد هلا برضة بارش استخدام نقراد كله هذا يقنم العلاك حلقا خلفي هلا برضه صاري اشتركوا في القناة 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 05 و 08 و 11 و 14 و 16 شو يعني 05 اللي هي مات رقم 05 جابا ما معنى ان العربي بتعرض مع جابا شو يعني يعني فلاني انه في طلال مسجلين عربي مسجلين جابا فاهم عليا شو معنى بتعرضوا مع بعض فعدين بقول للعربي مع 08 يعني عرب و مين وطريق ننج سيستم نظم تشغيل بعض طلال مسجلين هم تشتبين غير رقم 11 اللغة فرنسية في طلال برد من هان ومن هان مش شرق نفسه الطلاب يمكن يكون طلاب تانين فاهم عليا المهم ان هدولا في بينهم ايه طلاب مشترك طيب احنا هنعرض لكن راحة زيان مثال انا عندي اه هاي العربة اللغة العربية ويكونوا مع الاقتصاد ما فيش تعرض لان هاد رقمها واحد وفيش عندها الواحد يعني فيش طلال مسجدين يكونوا مي ولا طالب مسجل اقتصاد ومسجل عربي فاهم عليا شو فبنجي على الفالقلس مين بتعرض مع الفالقلس اللي هم المساخات التاني اللي فيه قلاب مشتركي مبين على فكرة يعني مثال نجي متطلق عن كمان اي عنا مسلا خورزمية متعظمة عميل مع الستة والسبعة خورزميليات متعظمة سبع اللي فيه شبكان وداتا بيس مثلا فيه مادة كيميا هاد فقط بس متعظمة عميل مع مغارات حاسوبية فاهم يعني طالب مسجل كيميا ونسجل في نفس الوقت مغارات حاسوبية فاهمش معنا الخريطة اللي هان او حاجي استاذ الى حد ما شبيهة بيش بيش شفون شفن الحاجة زاية اللي هو لما كنا نمثل بنا سميها اجيسان سلس صح؟ فهنا اللي بتعرض معها اللي بتكون اجيسان تعال نقص من عنا؟ لما سكنا رقم واحد اللي هتكون اجيسان يعني بينها وبينها يجب مع مين مع اللي بتكون فيه بينها تعرضات فهي واحد مع مين؟ مع الخمسة واحد مع التننيه واحد مع الاتعش واحد مع الستعش واحد مع الربعتعش فهم كيف؟ فهم كيف نبنى الجراف فهم؟ هنضربالك عاملت برضو اسمها مابين من التابل اللي هانا له بعد مرسوم الجراف بعدين بقى القراش تساقد الوصفات ونخورزمية اللي عليه نيجي مثال عنا هانا البيولوجي مسلا هان وين البيولوجي راحدي رقم اربعة عطعش جاي مع مين؟ مع واحد ومع ثلاثة فقط فهمش بك كلا كان؟ بعدين هاي الكميستري رقم خمسة عش فقط جاي مع مين؟ مع التسع اللي هانا نتعرض معه الاذا؟ لما يعني بدلنا من هانا ومشينا هيك كل النماء الجراف اللي هانا انا مريز هانا اش اطلع برح استثنين الجراف وعايز اطلع هانا الحد اللي هادنا من الالوان وهذا اللي هيحسب لي اكم من من سلط من سميه او فاجأة عملنا هان هاي نجرافوهو وشان انا لوناها طبعا ان تلوين هانا مفيش خورزمي سريع تجيب تريحني لا لازم اقعد ايش اجي هان وحاول بنفع هان بنفعش هده بنفع هده بنفع هده بنفعش هده فاهم عليك؟ هده هان زي هيك انا هان حوالي هجل من هيك هلوان فيش امكاني يات ما حوالي هدول هكام اللوم استخدمتها تلت هلوان اللي هم هاي فالت هلوان معناها ان انا باقدر ان اعمل هده هدول في تلت ايام بحيث انه كل يوم مسافات لحاله وانا ايش عرض لك اطلع هان انا عرض لك انه انه تفضل لنفس اللوم شايفهم حضطهم ازي هيك يعني اقول لك هان انه العربي والديتابيس والديسكريتماد هدولا فيش بينهم طلاب مشتركين بتاتا يعني فوت راحتة اعمل هنزلهم في يوم واحد محدش هيفوت طه ويجي يقول لك انا اساس في تعارض بين هاد وبين هاد فاهم عليك حش هيصير واليوم التاني اللي هو اللون اللي هان شايف اللون شايف اللي هم المواد هاي هم والله كيف المان العرض اللي هانه واخر شي اللون اللي هزغج اللي هانه طبعا انا بوضحنها بيحل اشكريه بينهم ممكن ان اعمل فراغ بين هاد و هاد يومين يعني انا نقول لك يوم السبت هاي المواد هاد يوم التلات هاي المواد هاد يوم الخميس فاهم عليك هاي المواد هاد اذا حبين ينضيف يومين بين كل مواد و تاني وين بتغلط الجامعة او اللي الناس بيشتغلوا بالجامعة بغلط لما بحط العرب مثلا ما انا قلنا لك الموضور مش سهل لما بحط العرب وين هاد حيتفاجر انه العربي كان بتعارض مع طالب من هاد وطالبين من هاد تبت علي؟ طبعا بالجامعة احنا اكمل اكمل مساق عنا بس لحكي على حق الميت مساق عساقب انه بس هما تشير على مين؟ عصف فارش يعني الاجراءات الصغيرة بس لما يكون عندك ميت مساق مية وعشرين مساق على الموضوع اصاب صعب بيجي دور مين هان؟ الحسوب لكن اذا على اقل فاهم تعيس ايش تعمل والحسوب هانا هيوقض وقت مش مو اشكلي خلي الحسوب بقعد يوم كامل لازل الاخر باطيك الجذول اللي هاد وهذا الجذول فيش في خلال هذا الجذول اللي هان فيش في خلال ولا يمكن يجي طالب يقول لك انا بتعارض معي او بلاكس هيك هي النظام الصعب فان شاء الله ما تخلصوا برد مجرد بالكوفة فاضل الشغل هذا مصير لطررنا برنامج معدي سؤال هان؟ لاطح شو معنى البروماتيك او اليدراس كاذا لينجو تطبيقاته كتير كتير مهمل وكتير كتير يربعي موضوع اللي بعدي موضوع الثاني اللي هو موضوع data compression وحنا نعملية ضغط البيانة وحنا نشوفه في الwindراس واند ضيب الاخره انواع كتير احنا من التورمات تاعة data ومبريس data طبعا هان تقراب راحتك انتها بالبرامج تاعة واند ضغط البيانة تعقوه عندكم وحتى موضوع هاي تعلم الامج هنا في الامج التنستخدم البيانة بجيب والجيف مشورة بي عندي مشكلة محصورة هدول ايش هدول هدول احنا صح امتداد فورمات لصور مكنها نظام ايه مطقود دربالك هدي مش رو الصورة الرو غير بيكون مصورة فش عليها ولا حاجة بس يبتنضغط بيتفلتروا الى فورمات معينة وبتصير زي هكي حتى عالم الاوجي هنا او اصوات في عنا الامبتري مسلا شايفتان؟ في عنا المهم في عنا تعدل فيديوهات هدول مشهورة مسلا قولي اي ار ام نعم امو في بتشوفه مثل الفيديوهات هدول كلها اللي هو او هيئات مضغوطة فورمات معينة مضغوط لانا لو بدتت تعمل يعني اعطيت مثال بالفيلم مسلا هاي عندك الفيلم مسلا فالي بقديش حجمه جيجا لكن الرو المادة الاصري بتلاقي انه عشرين جيجا تفهم كيف؟ تفهم عليها الملف الاصلي اصول الرو الرو يعني الخام تعال نشوف احنا عملت الضغط هاي او المبني على مبني على العالم هافمان والخورزمي اللي هو طبعا باسمه اسميها هافمان كودينج واللي بتستقدم بعملية الضغط البيانات بانواق وفي هذه المطاف هدولة كلهم بيانات ربعينيش كما كلهم في هذه المطاف كان فيديو ولا صوت ولا صورة ولا ملف هو في الاتر الجبل حسول عبارة عن zero and one صح؟ نفس الفور طينا نعطي مثال هان نوضح كيف يسير عملية الضغط البيانات جينا احنا وعطيتك احنا وحنا Construction الفورو نهالون يوسين